بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أهلاً ومرحباً بكم في هذا العدد سنتعلم أسهل طريقة لتغيير لون العيون عبر برنامج فوتوشوب كما تلاحظون نقوم بإحذار أي صورة يكون فيها شكل العين واضح أول خطوة نقوم بها وهي فك الضغط على الصورة ثم نقوم بالذهاب لهذه الأدوات تستطيع استعمال هذه الأعداد لتحديد الدائرة الخاصة بالعين أو تستطيع استعمال بانتول أنا سأقوم باستعمال البانتول كما تلاحظون بعد اختيار البانتول أقوم بتحديد دائرة العين أقوم بالضغط على سليسيوني ثم أضغط على الاختصار التالي كونترول ج بعد تغيير لغة النظام إلى اللغة الفرنسية كما تلاحظون تظهر هنا نسخة من الدائرة التي قمنا بتحديدها أقوم مجدداً بالذهاب لهذه الأدوات أقوم باختيار هذه الأدات كما تلاحظون بعد تحديد النسخة الثانية من دائرة العين أقوم بالضغط عليها لاحظوا جيداً كيف قام بتحديدها أذهب إلى هذا الخيار أقوم هنا باختيار اللون الذي أريده سأختار اللون الأخضر كما تلاحظون ثم أقوم هنا بعمل مسح لهذه الدائرة كما تلاحظون باللون الأخضر ثم أقوم بالذهاب إلى هذا الخيار بعد تحديد هذا الخيار أقوم بالنزول إلى هذه القائمة أختار هذا الخيار أقوم هنا بجعل الرقم ما بين الاثنان والخمسة ثم أضغط على OK ثم أقوم بتحديده من هنا والذهاب إلى هذا الخيار أقوم بتغييره إلى Color كما تلاحظون تغيرت لون العين ثم أضغط على Ctrl D كما تلاحظون أصبحت لون العين ذرقاء واللون الآخر أخضر بالنسبة لتغيير ألوان أخرى للعين بكل سهولة أقوم بتحديد لون العين هنا ثم أضغط على Ctrl E كما تلاحظون تستطيع التحكم في لون العين من هنا كما تلاحظون بطبيعة الحال تستطيع جعل لون العين مميز عبر تمرير هذا المؤشر كما تلاحظون سأتركه أنا أخضر أضغط على OK هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة في حالة ما أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وعمل الشراك في القناة في حالة ما كنت غير مشارك شكرا لكم على المشاهدة